أستاذ محمد لفكرة مصر والجواز مش كله مشاكل مش كله محاكل مش كله قضايا أنا بقول كده برضو فيه جواز سعيد إحنا التلاتة متجوزين والحمد لله رب العالمين فيه يعني فيه بشرة أمل وفيه ناس كتيرة قوي عايشة سنين طويلة قوي فيه سعادة وهنا وراح البيت جوزتي كم عريس وعروسة غير دولا؟ كتير أولا؟ هو كتير وأنا ما بعدش لأن فيه جوازات بتحصل محدش بيقولي عليها تعرفيهم وما يقولوا ليش مثلاً هم اتجوزوا وفيه جوازات بتحصل من خارج مصر يعني أولادنا العاملين بالخارج وكده بيتعرف على بعض هناك بيتجوزوا خلاص أنا دوري انتهى كان فيه مرة أنا قريت أن أنت فيه حد جي عايز يتجوز مش عارف في كم يوم آه ما أنا عندي عروسة اتجوزت في عشرين يوم في عشرين يوم عشرين يوم آه هو ايه المواصفات بقى؟ ايه المواصفات يعني ايه الغالبية العظمة ايه مواصفات الست بتقول لي على مصفة الراجل والراجل بيقول لي على مصفة العروسة هو الاتنين بيسعوا لمبدأ التكافؤ تكافؤ آه التكافؤ التكافؤ في المستوى الاجتماعي التكافؤ في المستوى الثقافي التكافؤ في المستوى التعليم آخير طبعاً الشروط التانية الإضافية اللي ممكن أنا عايزها تبقى عندها استعداد أنها تسافر بره عشان أنا بسافر بره هي عندها استعداد للحجاب لو هي مش محجبة علشان أنا عايز واحدة محجبة عندها استعداد نأجل الخلفة سنة أو سنتين أو ثلاثة علشان أنا ظروفي ما تسمحش بتأجيل وحضرتك بقى اللي بتقومي بالتفاوت ده ولا أنت بيبقى عندك الناس عندها الشروط دي كمان يعني عندها تيمشي معاها الشروط دي بيبقى قريدي الطرف الثاني جاهز موجود أنت بيجمع معلومات وعندك عارفة بقى دينا عندك سفيهات اجتماعية كتير قوي قوي أكتر من يعني لو أقولك خمسين ألف طلب أو مئة ألف طلب آه عندك كتير من كل محافظات الحالات الأكتر بتبقى تجارب تانية يعني حد مطلقة أو مطلق ولا جداد عرسان جداد بصوا فيه ثلاث أنواع اللي هو ما تجوزها قبل كده ده الأعزب والمطلق وفيه اللي عايز زوجة تانية أنت عايز أنا واحد بقى ربينا دي له الصحة أزا كان بعد جوازها 40 سنة رايح يتجوز عليها على عفشها يعني بعد جوازها 40 سنة وأولاده أكبر من المحامي أيما هو لازم أن يتجوز لشان هي تجيلي هتروح فين أيما فيه اللي عايز زوجة تانية وفيه الأعزب اللي ما تجوزش وفيه المطلق فيه المطلق لمرة وفيه المطلق لمرتين وفيه المطلق مع أولاد وفيه مطلق بدون أولاد حالات اجتماعية كتير إنما الأغلب إيه الأغلب الحالات التي بتشوفيها إيه لا الأغلب اللي هو ما سبقلوش الجواز قبل كده ما سبقلوش الجواز قبل كده آه آه وكل الأعمار بقى آه أنا عندي الأعمار بتبتدي يعني من سن 26 بالنسبة للعريس لغاية 77-78 سنة فيه عريس عنده 77 سنة؟ آه جايلك عايز تجوز؟ أنا جوزت حماية 77 سنة بسم الله من شاء الله بعد ما حماتي توفت بثلاث شهور آه بس وبيجي لك حد تاني غير حماك يقول لك آه آه جالي جالي يعني من شهرين كان فيه جوازة لي عنده 67 سنة طالع المعاش بقاله 7 سنين وكان بيدور على زوجة لأنه أرمله وقاعد لوحده والولاد كبروا وتجوزوا كلام من ده ما أصله عنده 67 أو 77 أو 80 سنة من كام يا أستاذ شريف؟ يعني أنت عارف هيعيش كم سنة؟ أنا لو عاش يوم واحد سعيد وفرحان ومحسوط صح نظبوط عندك حق أحسن بكتير من أنه ولأ عارفتو بتيجي بسهولة يعني؟ لا طبعا لا طبعا لا طبعا آه بتبقى يعني الغالبية العزمة عندي بتبقى الاخترات أقل شوية آه أقل شوية بس بنصبر مع بعض الغاية ما نجيب شوية أنا لطيفة جدا وصعبة برضا آه طبعا